إليهم أمس قائمة أخرى من شهداء أبطال الإسرائيل قلوبنا مع عائلاتهم متان مئير وعائلة يوسي هرشكوفيتس وعائلة سرجي شمركين وناتي هاروش وموشه يديديا ليتر بنو بخورو של خبيري הטוב ومي שהיה رאש السגل של إشكتي وهو كان ابن صديقي ورئيس مكتبي يحيا ليتر قلوبنا تنزف من أجل أبطالنا هؤلاء ومن هنا أقول لعائلات كل أعزائنا الذين ارتقوا في هذه الحرب نحن نفعل كل ما بوسعنا لأن نكون جديرون من أجل تضحياتهم وبطولتهم سوف لن نتوقف حتى انهاء مهمتنا الحرب ضد حماس داعش تتقدم وهي لها هدف واحد وهو النصر لا يوجد أي بديل للنصر سنقضي على حماس وسنعيد مختطفين أكملت قوات الجيش تطويق مدينة غزة واللي هي الآن تعمل داخل المدينة ويقرب مستشفى الشفاء قتلوا آلاف المخربين يشمل قيادات وقتلة والذين قادوا المجزرة في ذلك السبت الأسود في أكتوبر لقد فقدت حماس السيطرة على شمال غزة ولا يوجد له أي مكان يختبئ فيه من السنوار وحتى آخر واحد من المخربين هم جميعا حكمهم الموت قواتنا تعمل فوق الأرض وتحت الأرض وسنواصل بكل قوة سنواصل حتى النصر نحن أيضا متجهزون في الجبهة الشمالية وهناك نضرب بقوة من الجو ومن البر أنا حضرت حزب الله لا ترتكبوا خطأ دخول الحرب لأن هذا سيكون خطأا فادحا دخولكم الحرب معناه الحكم على مصير لبنان نحن نقاتل في جبهات أخرى كل يوم نعمل ضد الإرهاب وضد وكلائه ونشطائه أيضا في الضفة الغربية وفي لبنان وسوريا والبحر الأحمر وكل منطقة تتطلب أن نعمل فيها بخصوص مختطفين أسمع الكثير من الكلام في مصادر غير موثوقة في الإعلام العالمي ولذلك أريد أن أوضح إعادة مختطفين هي الهدف المركزي لهذه الحرب وفي رأس أولوياتنا وأولويات زملائي هؤلاء كل يوم نخوض نقاشات كثيرة برئاسة لهذا الهدف وقد التقينا عائلات المفقودين وكان حديثا ذا شجون فقد رأيت الألم في عيونهم ورأيت الخوف وقد قلت لهم سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم تعليماتي بخصوص المختطفين أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إعادة هؤلاء المختطفين وأود أيضا أن أوضح أن المفاوضات مع الأطراف الدولية بهذا الخصوص تجري برئاسة رئيس الموساد بالتعاون مع العميد في الإحتياط نيتسان ماروم وسوف نقوم بموفاة عائلات المفقودين بكل مستجد وحتى ذلك الحين يفضل أن يتم التزام الصمت بخصوص رؤساء الدول الغربية الذين يهمهم مستقبل دولهم مستقبل الشرق الأوسط أقول لهم عليكم أن تتجندوا ضد حماس في 16 عاما التي حكم فيها حماس لقد جلب الوبالة على غزة ولم يجلب سوى الدم والفقرة هو جزء لا يتجزأ من محور الإرهاب الذي تقوده إيران وهو محور إرهاب يشكل خطرا على كل العالم وعلى العالم العربي بشكل خاص وأنا أدرك أن القيادات في الدول العربية تدرك ذلك نحن نواصل جهودنا لضمان لضمان دعم كامل لجنودنا وجيشنا وأقدر جدا دعم الرئيس بايدن وأقدر وصول حاملتي طائرات أمريكيتين مع طاقم صفن المساعد وصلت إلى منطقتنا وكذلك الغواص الخاصة والدعم بالسلاح من السلطات الأمريكية وكذلك الدعم المعنوي الرائع من الشعب الأمريكي نحن نتكلم لإعلام العالم بخصوص الفضائع التي ترتكبها حماس في 7 أكتوبر وأودوا التوضيح في الدول الحرة هناك هناك واجب أخلاقي بدعم دولة إسرائيل أنا أطالب بعودة المختطفين وأطالب أن تعارضوا أي وقف لإطلاق النار لا يشمل إعادة المختطفين للأمريكيين عليكم أيضا أن تصطفوا إلى جانبنا لتحقيق هذا الهدف وهو القضاء على حماس علي أن أخبركم أن غالبية الشعب الأمريكي يدعمنا ويدعم سياستنا طبعا هناك أصوات أخرى ونحن نواجهها وأنا سعيد جدا بأن العدد من القيادات العالم لبت دعوتنا وجاءت إلى إسرائيل وعلنت عن دعمها لكن هذا لا يعني أنه لا تنشب هناك خلافات في وجهة النظر وهناك أقليات تضغط على هؤلاء الرؤساء لا تخضعوا لهذا الضغط فحربنا هي حربكم وفي هذه الحرب علينا أن ننتصر من أجلنا ولكن أيضا من أجلكم وبكل الأحوال لا يوجد أي ضغط عالمي سوف يغير قناعتنا بصدق طريقنا وبواجبنا أن ندافع عن أنفسنا بصفة رئيس حكومة إسرائيل أنا أمثل الدولة الوحيدة للشعب اليهودي شعب عمره أكثر من ثلاثة ثلاثة ألاف وخمسمائة سنة هذا الشعب الرائع أولى المواطنون الرائعون يهود وغير يهود وإرثنا الحضاري المهيب كل هذا تمدنا بالقوة أمام كل العالم إذا احتاج الأمر ونحن إذا تكلمنا عن اليوم بعد الحرب فهذا اليوم لن يأتي إلا بعد القضاء على حماس لن يكون أي تهديد بعد ذلك اليوم على دولة إسرائيل ولنضمن ذلك سوف يواصل الجيش بالسيطرة على قطاع غزة لمنع الإرهاب فيه المجزر التي ارتكبت في السابع من أكتوبر أثبتت أنه في أي مكان لا توجد لإسرائيل سيطرة كاملة سوف يعود الإرهاب ويتمركز ثم يضربنا وهذا ثبت أيضا في الضفة الغربية ولذلك لن أوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة في أي ظرف من الظروف مؤطنوا إسرائيل اليوم كلنا على قلب رجل واحد ونفهم شيئا واحدا إذا أردنا السلام علينا أن نقضي على حماس إذا أردنا الأمن علينا أن نقضي على حماس وإذا أردنا ضمان مستقبل إسرائيل فعلينا القضاء على حماس هذا ما إسرائيل ينبغي عليها أن تفعله وهو ما ستفعله نقاتل معا وبعون الله سوف ننتصر بالأمس تجولت في الجنوب واليوم في الشمال قابلت مقاتلي لواء جولاني ورأيت العزم عندهم والقوة وأعمالهم والتنسيق الكبير بين قوات المشاة والهندسة والمدرعات وقوات المدفعية التي تساعد إضافة إلى سلاح الجو وسلاح البحر كلهم يعملون كيد واحدة ويحققون النجاحات في الشمال التقيت بقوات النظامية وقوات الاحتياط ورأيت الإصرار والقوة حين أخبروني أننا لن نترك الجبهة حتى ننتصر سواء استغرق ذلك شهرا أو أكثر شعب إسرائيل هناك من يدافع عنه ومن يثق به وهو الجنود الجيش وقادته بخصوص القتال في غزة فالأهداف واضحة والمهمات محددة والجيش يقوم بها جميعا حماس تحت ضغط هائل وهو ضغط يتزايد الآن الآن هم يسمعون هادير الدبابات فوق الأنفاق ويسمعون الجرفات وهي تقوض البيوت ويعلمون أننا سنصل إليهم ويعيشون في رعب كبير ولذلك أقول كلما تعمقت عملياتنا أكثر وزادت قوة ضرباتنا فسوف يزيد الضغط على حماس وهذا ما يزيد ويرفع احتمالات أن نصل إلى المختطفين لنا مهمة عليا وهي الانتصار في الحرب وإعادة المختطفين إلى بيوتهم في الجبهة الشمالية فالاستفزازات تحولت إلى عدوانية وهجومية يلعب حزب الله بالنار وسأقولها بشكل واضح وقصير قواتنا على الأرض جاهزة لكل مهمة الجنود جاهزون وكل يوم يدفع حزب الله ثمانا باهظا قواتنا الجوية في معظمها موجهة إلى الشمال وطيرون في القمورات وجاهزون لأي أمر في كل لحظة ونحن نعلم أننا يمكننا الوثوق بهم إلى مواطني لبنان عليكم أن تعلموا أنه إذا قام نصر الله بارتكاب خطأ فمصير بيروت سيكون كمصير غزة أردت هذا المساء أن أتحدث عن أحد المختطفين واسمه كفير وهو طفل عمره عشرة أشهر من نير عوز اختطف هو وعائلته إلى غزة وهو تماما في جيل أصغر أحفادي والآن أسأل نفسي من يلعب معه من يهتم به من يطعمه بين هؤلاء الحيوانات البشرية من يهتم بهذا الطفل الرضيع الذي يزال غير قادر على المشي هذه الأسئلة تقلقني كل الوقت ولذلك أخبركم أننا جميعا علينا أن نهتم بإعادة كل المختطفين إلى بيوتهم كفير وكل المختطفين المئتين وأربعين رجالا ونساء وأطفالا علينا أن نعيدهم إلى بيوتهم وهذا السؤال أوجهه إلى قيادات العالم الذين أسمعوا بعضهم وأسألهم وأسألهم من أين أتيتم ببرودة العصاب هذه أن تلقوا على ما سمعنا المواعظ بخصوص مختطفين وقتلانا هذه الأحداث حدثت قبل شهر واحد وكلنا رأينا المشاهد لأولئك القادة الذين ينتقدوننا دولة إسرائيل وشعب إسرائيل ليس موجودا الآن في سنة 1934 لدينا القدرة ولدينا قوة لأن ندافع عن أنفسنا وهذا ما سنفعله لن نركن ولن نهدأ حتى نقوم بكل مهماتنا حتى الإخضاع حماس في هذا الحرب وإعادة المختطفين ولا تقوم لحماس قائمة بعد اليوم ولا تكون له أي قدرات ولا يشكل أي تهديد لإسرائيل وتكون لدينا القدرة الكاملة على التصرف والتعامل مع أي تهديد أمامنا أيام طويلة من القتال تتطلب شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة أنا أثق بقدرة جنودنا وضباطنا وقدرتنا جميعا على الوقوف والصمود والانتصار في الحرب وإعادة المختطفين أتمنى لكم جميعا أسبوعا طيبا لقد لقد عمل الجيش عميقا في قطاع غزة وفي الشمال وفي الضفة الغربية وفي جبهات أخرى كما قال وزير الدفاع مقاتلون يعطون أفضل إجابة لكل من سأل إن كان جيشنا جاهزا ولكل من شكك بجيل التكتوك وتسأل عن قدرتنا في التنسيق بين قوات الجو والبر والبحر وشكك إن كانت قواتنا قدرة على الوقوف أمام كل هذه التحديات ومع كل الألم الذي نعيش جميعا في هذه اللحظات الصعبة فما أراه حتى الآن في ميدان القتال وفي الجبهة الداخلية هو مشرف جدا أنا أعبر عن تقديري لكل قادتي أذرعنا الأمنية من بدءا من الأب في المروحية العسكرية وابنه في الدبابة كل شعب إسرائيل يجلكم ويقدركم منذ تشكيلي مجلس الحرب أدركنا وجود تحديات كثيرة أمام شعب إسرائيل هؤلاء الأشخاص غير البشريين الذين ارتكبون الجرائم لحماية مجرمي الحرب مهم أن يعرف كل العالم أن المجتمع الإسرائيلي موحد وقوي أن دولة إسرائيل تتعامل ببطولة وحكمة وعزم وأننا سنقف أمام كل التحديات سويا وأن الاعتبار الوحيد بالنسبة لنا هو الانتصار وأنا علينا أن نكرس كل الموارد العالمية لإعادة المختطفين لبيوتهم وللحفاظ على أمننا ولذلك أشدد في هذه اللحظات كثيرون يقفون وقفات من أجل المختطفين وأنا أحييهم نحن نقوم بكل العمليات المطلوبة لإعادة أبنائنا إلى بيوتهم مهم أن ننظر في عيون أهالي المفهودين وأن نقول لهم نؤكد أن هذه الجهود الرامية إلى إعادتهم مستمر على كل الأصعد وللجمهور الإسرائيل يقول لا تستمع إلى الدعاية المضادة هناك حقومة إسرائيل هي التي تنشر المعلومات الصحيحة والتي تضمن أمن جنودنا القتال سيستمر حتى تحقيق الأهداف نحن لن نتراجع حتى نحقق هذه الأهداف ولقادة العالم ترجمة نانسي قنقر